حضور قشيب وفخيم توجبه الصندوق القومي لرعاية الطلاب فعاليات احتفالات بليوبيل الفضي للصندوق والذي يرعاه المشغل الوطني لاتصالات سوداني وذلك بافتتاح أحد صروحي الشامخة مدينة حسن إبراهيم مالك الجامعية للطالبات بالخرطوم بحري بتشريف رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وعدد من السادة الوزراء والرئيس التنفيذي لمجموعة سوداتيل ورجل البر حسن إبراهيم مالك وحشود كبيرة من الطلاب حيث طاف السيد رئيس الجمهورية على المعارض المقامة والتي عكست إنجازات الصندوق منذ تأسيسه وافتتح الرئيس البشير المدينة الجامعية والتي تسع لألف ومئة طالبة وتعد المئة وتسعة وخمسين في سلسلة المدن الجامعية للصندوق وتفقد مرافقها المختلفة مشيدا بالمستوى العالي للخدمات والذي تقدمه المدينة الجامعية للطالبات وخلال الاحتفال الخطابي والذي يقيم بهذه المناسبة عدد الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب إنجازات الصندوق في مجالات بناء المدن الجامعية مشيدا برعاية السوداني لاحتفالات الصندوق بيوبيله الفضي وتبني السوداني بناء مدينة السوداني الجامعية وما زال آخرين ينتظرون للتدافع والبساهمة والمشاركة وسيكون أولهم قطاع الاتصالات وسيبدأ الإخوة في شركة سوداني مباشرة إن شاء الله في إنشاء مدينة السوداني الجامعية للطلاب الرئيس الجمهورية المشير عمر البشير أثنى على جهود الصندوق القومي لرعاية الطلاب في توفير البيئة المواتية للطلاب لتمكين من التحصيل عبر مشروعات المدن الجامعية بوحدة من إنجازات لا أقوص صندوقا تعمل طلاب وإنما إنجازات وإبداعات الشعب السوداني الشعب المعلم الشعب الواعي الشعب اللي تقدم على كثير من شعوب العالم مدينة حسن إبراهيم مالك الجامعية والتي تم إنشاؤها بشراكة بين رجل البر والإحسان حسن إبراهيم مالك والصندوق القومي لرعاية الطلاب تمثل نموزجا حيا على الأدوار الكبيرة التي ظل يطلع بها القطاع القاص في مجال المسؤولية المجتمعية والذي تمثل سودة الرائده الأساسي هذا الاحتفال الذي سيرعى إن شاء الله رعاية كريمة من الإخوة في شركة السوداني وسيختتم بإذن الله سبحانه وتعالى يوم بداية يناير القادم وهذا فيه مشاركة كبيرة جدا من قبل الطلاب من خلال إبداعاتهم المختلفة السوداني بممادرة رعاية هذه الفعالية للصندوق القومي لرعاية الطلاب تنطلق من إدراك عميق وفهم كبير لأهمية توفير كل أسباب التفوق لطلابنا باعتبارهم عماد نهضة هذه البلاد أعلن الرئيس التنفيذي بموادر كريمة منه بسوداني إن شاء الله سبحانه وتعالى ستفتدح مدينة سوداني الجامعية بالشراكة مع الإخوة في صندوق رعاية الطلاب وهذه تأتي أيضاً امتداداً لخدمات سوداني ولجزء من مسؤوليتها المجتمعية في المجتمع إن شاء الله الرعاية السوداني لاحتفالات صندوق رعاية الطلاب بيوبيله الفضي تأتي استكمالاً لأدوار كبيرة وعظيمة ظلت تقو بها سوداني منذ بواكيل تأسيس هذا الصندوق إماناً منها بأهمية دور الطلاب في بناء الوطن الكبير